أهل العلم والفقه يقولون لك أن وجه كشف المرأة هذا كان السائد في المجتمع وعليه جمهور الفقهة وهذا لا أتوافق معه عليه والمقابل من يأتي يقول لك ستر وجه المرأة بمعنى النقاب أو الكامل هذا مسألة إجماع وأنه لا خلافة في ذلك ما أحد يقول بالجواز فأمر غريب خلونا نتأمل الآن مثلا كشف وجه المرأة أقوال المانعين الذين قالوا بالمنع لكشف وجه المرأة هؤلاء سأذكر لك منهم وأدلة شواهدهم طيب الجصاص بإجمال بإجمال الحنفي قال المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لألا يطمع أهل الريب فيها طبعا ذاكر هنا في البعث بالجزء وبالصفحة وبالمراجع هذا النص عن الحنفي مثل وقال السرخسي وعلاء الدين الحنفي وبن عابدين والطحاوي كلهم من الحنفي أئمة أكابر متقدمين ومتأخرين المنع تأتي لأبو بكر من العربي المالكي المشهور المرأة كلها عورة بدانها وصورتها فلا يجوز كسف ذلك إلا ضرورة أو حاجة كالشهادة عليها أو يكون ببدانها أو سؤالها عما يعنوا ويعرض لها بمثل هذا القول قال القرطبي والمن شريسي وابو علي المشدالي وغيرهم من المالكية تعال للشافعية الإمام الجويني العظيم الكبير يقول نصا اتفق المسلمون كل اتفق المسلمون طبعا يكسر العلماء المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه لازم تستر وجه لأن النظر مظنة الفتنة هذه الفتنة في النظر قال وهو محرق لشواء فاللائق بمحاسن الشريعة سدوا الباب فيه هذا مش الحنابلة الشافعية شافعية وبمثل هذا النص قال ابن حجر أسقلاني وبالرسلان والشرقان وغيرهم ذكر علماء الشافعية هذا أنا أذكره أقول أنا وبمثل هذا النص قال فلان بالجزء وبالصفحة لكن هذا نصه وقلت هذه أقوال أئمة الشافعية أيضا في هذا قال الشيخ اسلام التيمية طبعا من الحنابي وهو إن كان إمام مشتهد وكشفوا النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وغيره ومن لم يرتدع عن ذلك فإنه يعاقب بما يزجره هذا كلام شديد طيب وبمثل هذا القول قال الإمام أحمد وابن القيم وسواهم وتلاحظ هذه الأقوال عند أئمة أكابر أئمة أربعة